تعالوا بنا نروح لمواجهات الاهلي مع سان داونس اللي ابتدت في نهائي دوري ابطال افريقيا سنة 2001 وقتها توج بيها النادي الاهلي في ذلك الوقت في مباراة الزهاب اتعدلنا واحد واحد بهدف سيد عبدالحفيز وفي العودة كسبنا 3-0 بثلاثية كابتن خالد بيبو وكانت وقتها النجمة الثالثة في مشوار النادي الاهلي في 2007 اتقابل الفريقين في الدور ثمن النهائي اتعدلوا في المباراة الاولى واحد واحد في بريتوريا وفايز النادي الاهلي في اللقاء العودة بهدفين دون رد وتأهل لدور المجموعات سنة 2019 كانت للأسف بتحمل ذكرى يعني مش لطيفة بأي حال من الأحوال وقتها خسرنا في الذهاب بخماسية في ربع النهائي وكسبنا ماتش العودة بهدف نظيف وللأسف خرجنا وقتها من البطولة لكن بعدها انتفض المارد الأحمر بمنتهى قوة وواجه ساوند داونس في نسخة 2020 في الدور ربع النهائي كسبنا وقتها ماتش الزهاب في القاهرة بهدفين بتوعالي معلول وتعدلنا في ماتش العودة بنتيجة واحد واحد وتأهل وقتها النادي الاهلي للدور نصف النهائي وبعدها فاز بالبطولة والنسخة اللي بعدها على طول 20-21 واجه الاهلي ساوند داونس مرة تانية في قرعة الدور ربع النهائي فاز النادي الاهلي في الزهاب بهدفين دون رد وتعدلنا في ماتش العودة بنتيجة واحد واحد وتأهل وقتها النادي الأهلي ونفس الأمر تكرر فاس بالبطولة في النهائي أمام كايزر شيفز جنوب إفريقي بثلاثية نظيفة أما النسخة الأخيرة في 2022 فتقابل الفريقين في دول المجموعات وخسر الأهلي الماتشين في وقتها في القاهرة خسرنا 1-0 وفي بريتوريا كمان خسرنا للأسف بنفس النتيجة لكن تأهلنا للدور التاني ووصلنا كمان للنهائي الشهير أمام الوداد المغربي ده تاريخ طويل وعريض من مواجهات النادي الأهلي مع سان داونز الأهلي ليه طبعا الغلبة في الفوز على سان داونز من 6 نسخ لعبنا فيها مع سان داونز كسبنا 3 نسخ منهم وإن شاء الله يا رب النسخة الحالية تكون أبطالها هما لعيبة النادي الأهلي بإذن الرحمن كلام محترم جدا لكل حال احنا أول مباراة للأهلي هتكون يعني على أرضنا فدي ممكن تكون شوية لصالحنا ممكن تبقى فيها ضربة بداية كويسة زي ما بتقدر بتحظ حلو أنت بتلعب على الأرضك واستجامهيرك بتفرق إلى حد كبير ولو أن برضو أنا بحس أن النادي الأهلي بره هو اللي بيبقى متقلق أضعاف يعني هو بيبقى متقلق على أرضه بس كمان بيبقى متقلق أضعاف ودي أعتقد ميزة برضو عند النادي الأهلي